السلام عليكم ورحمة الله أنا هشام من قناة مختصر الزراعة الشتاء على الأبواب وأول شتوى تعتبر شتوى خطيرة ممكن تسألوني ليش لأن عوادم السيارات والمصانع موجودة في الأجواء كلياتها بطلع الدخنة ثاني أكسيد الكربون وأكسيد النيتروجين وأكسيد كثير سامة موجود الآن في الجو ربنا وضع النبات أنه يصفي الجو وينقيه ولكن دايما أول شتوى بتنزل على النباتات اللي بتكون مغبرة إذا بتعرفوها اللي بتكون نقاطينة بتسوي بعد ما تنشف هاي بتكون خطرة كثير على النباتات المنزلية بالذات الرهيفة وفيه ظاهرة اسمها ظاهرة الأمطار الحمضية ما هذه الأمطار الحمضية؟ في الدول العظمى اللي بكون فيها مصانع كثير بتنتج هذه أكسيد الكبريت والكبريت في الجو والنيتروجين كل العناصر تبعة المصانع والدخان هذا اللي دمر طبقة الأوزون لما تيجي الدنيا تمطر بتنزل حبة المطار بتلاقيها اختلطة طهيفة الجو بهذه المواد وما ستنزل على مكان بتحرقه إذا كان نبات بتحرقه لذلك أول شتوى لازم أشيل كل نباتاتي من تحت المطر مثلا أنا عندي هاي النباتات موجودة على الحفة لما تشتي الدنيا رح تنزل عليها إن شاء الله رح تنزل عليها أمطار فبحاول بأول مطرة أو أول شتوى أزيل هاي النباتات كلها تعزل كل هذه المنطقة ودخلهم لجوه بحيث أضمن أول شتوى وثاني شتوى يعني أول شتوى إذا كانت قوية ومستورة بتغسل الجو ليش أول شتوى؟ لأنها طول فطرت الصيف وهي قاعدة تقدح شرار وتأخذ في هذه الغازات السيئة الضرة بيصير في تنقية وبيصير في تقلبات جوية بالصيف وبروح الهواء وبيجي الهواء وبيصير تنقية والحمد لله من فضل الله أنه إحنا ما بصير علينا ضرر ولكن الجو ما زال مشبع بالأدخنة والأبخرة لذلك بنصحك نباتك دايما تضبه من أول شتوى هذه أول نصيحة ثاني نصيحة إخوة الكرام في نباتات بتنصعك من البرد المفاجئ اللي بيجي عليها يعني ممكن تيجي شتوى برد يكون مفاجئ فلذلك أرجو منك أنك تستفسر عن نباتاتك طبعا هذه النباتات رح أحكي لكم عنها بسرعة مسك الليل اللي دايما تسألوني عنها إن شاء الله بصور لكم عليها فيديو خاص هبسكس جاد الكوليس كله بيعرفه خنشارة يعني هاي الأشياء اللي بصور عليها حاليا فاللي بدأ أحكي لكم يا أهم شي نباتك لما تمطر الدنيا فجأة أو تشتي فجأة حاول خبي نباتك لجوة شوي خذو عشان ما يموت أو ينصعق من المطر خذو لجوة خبيا يعني في مكان مدري شو يعني مدري؟ يعني أنا مثلا بدل ما أخلي نباتي معرف البرد هون ينصعق من البرد بحاول أدخله لهون لهذه المنطقة هون في المنطقة المخبية هاي مثلا هاي نبتة أنا بعرف إنها حساسة للبرد ماشي سجادة بتحبش كثير البرد صح؟ بمسكها بكل بساطة بحطها هون لما أنا أحطها هون في هذه المنطقة بدلا ما هي موجودة في المكان المبتوح يضرب فيها الهواء بحطها في المكان المخبى هون طلعوا كيف؟ هذه نبتة قوية بتخبي عليها هذه نبتة الخبازة قوية أيضا بتخبي عليها صارت أقل عرضة للهوى البارد وشف الهوى والأمطار هذه النصيحة الثانية النصيحة الثالثة أخوتي الكرام والأخيرة انتبه من نظامك للري مناش نرجع لنفس مشكلة الصيف السقي الكثير هسا لما تنزل درجة الحرارة بقل التبخر فبالتالي بتبطل النبات محتاج مي لذلك بدك تبلش تنتبه لنظام الري تبعك تصير تخفف شوي شوي طبعا مع درجة الحرارة تبلش تخفف في كمية ريك للنبات أنتبه لنباتي لأنه كثير ناس لما بدخل الشتاء بلاقي أنه نباتات وبعضها صار يتعفن وبطل بالنظارة اللي كان فيها بالصيف طبعا في ناس يا حرام بالصيف أصلا بكونش عنده نباتات لأنه بكون من حرق النبات فما بصدقه يجي الشتاء عشان تكون الشتاء درجة حرارة ومعتدرة فبالش يزرع ألف تحية لأهلنا في العراق وأهلنا في الخليج وأهلنا في صحراء الجزائر اللي بيعانوا كثير من الحر الله يعينكم إن شاء الله أنه هسه بموسم الزراعة شدوا حيلكم وبلشوا جهزوا لزراعاتكم أنا إن شاء الله ماشي معكم فيديوهات كثيفة هاي الفترة وقصيرة ومختصرة عشان بلشوا تزرعوا بنا نشتغل في كل إشي زينة خضروات أيضا بدنا نشتغل في الأشجار المثمرة لازم نشتغل في كل إشي فما أحدا يقول لي لا تحط عن الزينة حط بس فقط عن المثمرة ما أحدا يقول لي حط عن الزينة ما تحط عن المثمرة ما حدا يقول لي حط عن الخضروات ما تحط ما بيصير هاي التعليقات صراحة شوي بتأذيني فأنا بدي يعني أعاتبكم أعاتب اللي بيطلب مني أتوجه لإشيها هذه قناة اسمها مختصر الزراعة أي شيء يوضع في التراب ويخرج نبات هذا زراعة فأنا بتكلم عنه لا تحصرني في مكان أرجوك خذ الإشي اللي بيفيدك واللي بتحب تسمعه خذه واللي ما بتحب تسمعه حقيقة الله خلاص ما تطلع بتحب تشوف الفيديو شوفه ما بتحب تشوفه إن شاء الله أنا في كل فيديو راح يكون في معلومة أنت تستفيد منها هذا كان كشير المقطع اليوم أتمنى أنكم استمتعتم واستفدتم وتتفهموني في موضوع ما بيصير تعترضه على هذا لأنه إذا أنت ما بتحب أحكي عن الكوليس أو السجادة زي اللي علق لي على السجادة بيقول لي ليش بتحط عن نباتات تافهة إذا النبات السجادة بالنسبة لإلك تافه يا أخوي غيرك بيموت فيه وبيحبه وبيحب يحتفظ فيه إذا أنت بتشوف كل نباتات الزينة تافهة فما بيصير التعليقات هاي تكون مؤذية شوي وقوية وبما أنه فتحنا الموضوع أي إنسان بيشتم بالتعليقات أو بيسب ما برد عليه بالمرة بس بعمله بلوك أو حضر تمام فأي واحد حاس إنه فيه في قلبه غل أو حقد معين أو أسلوبه سيء في التعامل بيجي يسب في التعليقات فمبارشرة بلوك ما رح أرد عليك ما رح يشي بدك تنتقد انتقد بأدب باحترام إحنا بشر ربنا البشر ميزنا بالعقل العقل بتحكي فيه باحترام بأدب فاهمني أحكي إلي أنت غلطان أنا غلطان بيصير الشي تحط عن نباتات الزينة حط لي عن مش عارف إيش وصيتك على مبيد المرة هذيك يعني إخوة الكرام أنا طوالت عليك وسامحوني يعني واحد يموصيني على أزرع شغلة أو شي بدون ذكر أسماء عشان ما تعرفه ولا تراجع التعليقات ما بدي أفضح حدا يعني بيحكي لي أنت حمار وما بتفهم أنا ألف مرة قلت لك عمل لي فيديو عن كذا وإنت ما حطيته يا أخي أنا مفضيت ما رح تسوي فيديو عن كذا أنا طلعت حمار وما بفهم فوق اللي يعني فوق اللي أنا بقدم لك معلومة بعطيك معلومة جاهزة طلعت حمار وما بفهم عيب المسبات فبلوك فورا فأنت عشان ما توك البلوك بسير شي تسب طبعا هذا كلام فئة جدا صغيرة والفئة الأكبر الحمد لله كلامهم كثير طيب ودعواتهم حلوة الله يطرح فيكم البركة ويبارك فيكم وأنا صراحة ما بزعل حتى من اللي بي سب علي ما بزعل منه بسمعوا اللي بلوك عشان الناس ما تشوف كلامه السيء طولت عليكم سامحوني هذا كان كل شيء المقطع اليوم أتمنى أنكم استمتعتم وستفدتم بهذا المقطع جهزوا حالكم للشتاء عنا كثير شغل كثير شغل في الشتاء فالشتاء يعني هو شغل الزراعة وشغل كل شيء في الشتاء ألف تحية لكم لا تنسوا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلى الله عليه وسلم بارك على سيدنا محمد أتمنى ما تنسوا الاشتراك في القناة كانوا من الدعم والتحفيز بارك الله فيكم اشتركوا اشتركوا الاشتراك كثير مهم واعملوا إعجاب كمان سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سلام عليكم